اهلا بكم ياريت قبل ما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بيبدأ فيلمنا مع رقيب في الجيش اسمه سوير وبيكون مع فرقته وبنعرف ان هما متجهين لبيت علشان يقتحموه لان جالهم بلاغ منه ان فيه راجل خطف مراته واولاده وبنشوف ان هما فعلا بيقتحموا البيت والراقيب سوير بيطلب من الراجل يرفع ايدي ويسلم نفسه ولكن الاب بيحضن ابنه علشان محدش يقدر يقزيه وبنشوف ساعتها ان الملازم بين بيكون هيدرب نار على الراجل بس سوير بيمنعه خوفا منه على الولد بس للأسف اول ما الغب بيسيب ابنه ينزل بيفجر نفسه في الجنود وبعدها بنشوف سوير وهو في المستشفى بيتعالج وبيكون متبهدل جدا وتاني يوم بنشوف رجل العمال جولونج اللي بيفتتح اطول برج في العالم واللي بيكون في هونج كونج وبنعرف ان العالم كله بيحكي عليه وبعدها بعشر سنين بنروح لسوير اللي بنعرف انه تقاعد من شغله كراقيب وان بسبب الانفجار رجله اتقطعت وبنشوف انه هو بيلبس وبيكون عنده مقابلة شغل كرجل امن والشغلان ديت جاية ليه عن طريق صاحبه الملازم بين وبنعرف ان سوير ميتجاوز وعنده اولاد وبيكون اعلان جدا من المقابلة ولكن مراته بتطمنه وبتروح معاه لمقابلة الشغل واللي بنعرف انها هونج كونج في اطول برج في العالم واللي اسمه قلق لها اللي بيكون خاص برجل العمل جو لونج وبنشوف ان سوير بيابله شخصيا وبيكون جو عارف عن سوير كل بياناته وبيقوله انه عايز يأمن البرج بالكامل وبيسأله لو يقدر يعمل كده فوقتها لان سوير زكي جدا في الامن بسبب شغله السابق في الجيش بيكلم جو على احدث وسائل لاطفاء الحريق وساعتها بيطنع جو بيه وبيدي جهاز يخليه يقدر يتحكم في نظام الامن جوه البرج وبيعرفه انه كمكافأة والية ليه فيخلي عيلته تاخد غرفة في البرج فبيشكره سوير ولكن ساعتها بنتفاجئ لما بين صاحب سوير بيبعث رسالة لشخص مجهول وبيقوله ان سوير استلم الجهاز وصاحبه ده بيقوله ويجيبه عند المركب ووقتها بنرجع لسوير وجوه اللي بيفرج سوير على البرجة اكتر وكل وسائل الامن اللي فيه ولما بيخلص جوه الجولة لسوير بنشوف ان سوير بيروح مع صاحبه دين للمركب واصناء طريقهم بنشوف ان فيه شخص بيسرق شنطة سوير وبيعوروا وساعتها بن بيمثل ان هو بيجري وراء الحرامي ولكنه مش بيكون بيعمل كده لانهم اتفق معاه وبيرجع لسوير بعد شوية وبيقوله ان هما لازم يخيطوا ليه جرحه وقتها بروح العصبة بنعرف ان هما عايزين يقتحمه البرجة وبيكون معهم براميل فيها مواد قابلة للاشتعال وبنرجع وقتها لسوير اللي في بيت صاحبه بن اللي بيتفاجئ لما بن بيطلع جهاز التحكم في جهزة الامن وبيفهم منه ان هو كان حطه في جيبه مش في الشنطة اللي تساريت فبيكلم بين عصابته وبيقولهم ان الجهاز لسا مع سوير وبنشوفه هاته سوير اللي بيكلم مراته اللي بتكون حاليا في غرفتها في البرجة وبيطلنها عليه فبتقوله مراته ان ابنهم تعبان وانه لازم ييجي ليهم فبيوافق سوير ولما بيقفل بنشوف ان مرات سوير وأولادهم بيشوفه رجالة العصابة قدامهم وساعتها بنرجع لسوير اللي بيقول لبن ان هو ماشي ويروح للبرجة علشان يساعد مراته وأولاده ولكن بن بيرفض يمشيه وبيهدده بنه ممكن يخلص عليه وبيعرفه ان هو عايز منه الجهاز ولكن سوير بيكون محترف وبيقدر يتعارك مع بنه وبيضربه بالنار وفي اخر اللحظات بن بيقول لصاحبه سوير ان زميله طالعين ليه دلوقتي وانه لازم يهرب ويحمي عيلته لانهم ممكن يهددوك بهم وفعلا بيبدأ سوير في الهروب لما بيشوف العصابة ولكنهم بيقدروا يلحوه بيكهربه وبيقدروا ياخده منه الجهاز ولما بيكونوا هيخلصوا عليه الشرطة بتيجي فكله بيتفرق وسوير بيهرب وبيتجه لمراته وبنعرف ساعتها ان العصابة بتعمل حريقة في الدور 96 وده بيخلي الشرطة تخلي البرج بالكامل وبنعرف ساعتها ان سوير بيوصل للبرج بس مش بيقدر يدخل ليه لان الشرطة قفل الطريق ومنع اي حد يدخل بياتصل وقتها سوير بمراته وبيولاته خروج مع الاولاد من البرج بس في الوقت ده بنرجع للعصابة اللي في البرج بيقتله كل المتحكمين في الجهزة تتحكم وبيقفله كل ابواب الخروج الخاصة بالبرج وبيعطلوا وجهزة اطفاء الحرائق وده بيزيد من الحريق بشكل اكبر وبيمنع خروج مراته اولاد سوير ووقتها بنرجع لسوير اللي بيتفاجئ لما بيشوف صورته في الاخبار شرطا ما هو بقى المسؤول عن الامن ولما بيلاقي الشرطة بتحاول تهبض عليه بيهرب ووقتها بنروح لجو لونج اللي بيشوف برجه بيتحرق اكتر فبيقرر يهرب منه ولكن الاول بيفتح خزنته وبيطلع منها فلاشة عليها معلومات مهمة جدا وبتكون السبب في كل اللي بيحصل وبنروح ساعتها لسوير اللي بيقدر انه يهرب من البرج اللي بيتحرق وبيطلع على سل مرايب منه وبيحرك الوينش ناحية البرج وساعتها بيقدر يمط ويدخل البرج وبنيرجع للشرطة اللي بيعرفه ان عائلة سويرج هو البرج فبيعرفه انه رايح ينقذهم وبيبقوا عايزين يهبوضوا عليه ولما جولونج بيكون فطريه للهروب من البرج العصابة بتهتر كل رجالته ومش بيتبقى الا هو وبنشوف قائد العصابة بوتا اللي بيقول لجو انه هو عايز الفلاش بس وقتها حارس لجو بيقدر يفجر مروحية وريبة منهم فبيحصل انفجار ضخم بيسمح لجو يهرى ويدخل الغرفة محدش يقدر يتحكم فيها غيره وساعتها بوتا بيكلم واحدة من العصابة علشان تفتح لي الباب بس هي بتعرفه ان باب الغرفة دي بالذات مش بيستجيب الا لجو وقتها بوتا بيكرر يجيب حد بيفهم في التكنولوجيا كويس علشان يفتح لهم الباب وساعتها بيفكر في سوير اللي لما بنرجع ليه بيلاقيه بيعالج في جروحه وبيكرر يكمل طريقه لعيلته وبروح وقتها لمراض سوير اللي بتقرب مع ولادها بس شخص من العصابة بيكونها يخلص عليها ولكن سوير بيجي وبيخلص عليه وبيعرفوا وقتها هما الاتنين ان بنتهم لسه في البورج فبيودي سوير مراته وابنه لا سنصير علشان ينزلوا من البورج وبيعرف مراته ان هو هيجيب بنتهم وفعلا بروح لبنته اللي بيشوفوها العصابة وبيترضوها بس بيوصلها سوير وبيضربهم بس بوتا بييجي ليه وبيقدر هو ورجالته يتمكنوا منه وبيودي لي الباب اللي مستخبه ورجوه وبيعرفوا انه لو ما فتحش الباب ده بيخلص على بنته وبياخد بنته وبيعيده عن سوير علشان يحس اكتر عليها بالخطر وقتها بيضطر سوير انه يلاقي طريقة لفتح الباب وفعلا بيلاقي ان فيه زرار للطوارئ فيما كان علي في البورج بيفتح كل الابواب منهم الباب ده وبنرجع وقتها لابن سوير وامراته اللي بتروح للشرطة وبتعرفهم ان جزاء مش المجرم وبتقدر تعرفهم المجرم من شكله وقتها بنرجع لسوير اللي بيروح للمكان اللي يقدر من خلاله يفتح كل الابواب وفعلا بيفتحها وبيحاول يدخل الغرفة مع جوه اللي بيفل الباب من تاني بس بيقدر سوير يدخل معه فياخر اللحظة وبيسأله على حوار بوتا وايه اللي حصل ما خليه عايز يوصله بالشكل ده فبيقول له جوه ان بوتا بيشتغل مع ثلاث عصبات كبار وانه جيلي من فترة وهدده انه لو ما دفعش لفلوس هيوقف بناء بورجو فاضطر جوه واتا يدفع للفلوس بس بعدها فضل يريح حساب بوتا ويدير يخترقه ويعرف كل الحسابات المجبوهة اللي بيتعامل معها واتا لما الحسابات عرفه اللي حصل وانه ممكن يطبض عليهم قالوا لي بوتا ياخد المعلومات من جوه بدون ما يهتله لانه مبرمج المعلومات انها تتبعت للشرطة على طول لو هو مات واتا بيتفق مع سوير على خطة يعملوها مع بعض وبنشوف ان هما بيطلعوا للعصابة اللي معاهم بنت سوير وبيكون سوير معاه الفلاشة بس جوه بياخد السلح منه وبيهدده به وبياخد منه الفلاشة وكمان برشوت من العصابة ولكنه بيرمي الفلاشة بعيد وساعتها بيحصل بينهم يطلق نار وبتهرب بنت سوير من المكان وده بيخلي سوير يقدر مع جوه يخلصه على العصابة وقتها بتكون الشوطة يدري تأدخل للبرج وبنرجع لبوتا اللي بيدرب نار علاجه بس بيقدر سوير ان هو يخلص على بوتا بكل احترافية بس بيكون متحاوت مع بنته بالنار وهيموته ولكن مرات سوير بتقدر تاخد جهاز التحكم بجهازة الامن من الشرطة بدون ما يعرفه وبيتشغل نظام اطفال حراق من جديد بالطريقة اللي عرفها من جوزها وده بينقذ سوير وبنته وبيقدر الشرطة ينزله من البورج وبيتجمع تاني سوير مع عائلته وبيكون مبسوط جدا اشتركوا في القناة